السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مسار علوم الحاسب والهندسة في مقرر الذكاء الاصطناعي واحد في درس هياك البيانات غير خطية الجزء الخامس في الدرس السابق تحدثنا عن المخطط عن أنواع المخططات عن المخططات في الحياة اليومية كأمثلة عليها الفرق بين الأشجار والمخططات الأشجار تشكل العقد المتصلة فيها نموذجا هرميا إذن في الشجرة هناك لدينا نموذج هرمي تمثل هذه الشجرة بينما في المخطط تشكل العقد المتصلة فيها نموذجا شبكيا بحيث أنه في النموذج الهرمي في الشجرة تكون بهذا الشكل لدينا كمثال على الشجرة بينما في المخطط قد تكون متصلة هذه العقد مع بعضها البعض بهذا الشكل إذن لدينا نموذج شبكي في ربط العقد مع الحواف في الأشجار الجذرية توجد عقدة فريدة تسمى الجذر كما أكدنا أنه لدينا في المستوى الأول دائما في الشجرة لدينا عقدة فريدة تسمى الجذر لا يوجد لها أصل هذه العقدة تسمى الجذر هذه العقدة الفريدة تسمى الجذر لا توجد فيها عقدة فريدة في المخططات أو جذرية بما أن وصلنا جميع العقد مع بعضها البعض إذن لا يوجد عقدة جذر أو عقدة فريدة في الأشجار ترتبط العقد في صورة علاقة بين الأصل والفرع بمعنى أن هذا فرع من هذا الأصل في الشجرة هناك child وهناك parent لدينا ابن ولدينا أب في الشجرة أما في المخططات لدينا لا تنطبق علاقة الأصل والفرع بين العقد لماذا؟ لأن عملية الاتصال فيها بهذا الشكل لا تستطيع أن تحدد أن هذا مثلا أصل وهذا فرع وخصوصا إذا كانت ثنائية الاتجاه أيضا من المخططات لا يوجد رسمة للسهم اتجاه المخطط هل هو من اليمين يسار أو من الإسار اليمين من العقدة A إلى B أو من B إلى A فإذن لا تستطيع أو لا تنطبق عليها علاقة الأصل والفرع بين العقد الأشجار أيضا تتميز ببساطة التركيب سهل تركيب الأشجار في المقابل تركيب المخططات أكثر تعقيدا في الأشجار لا يسمح فيها بالحلقات لا يسمح بها في الحلقات التكرارية نتحدث عن حلقات تكرارية بينما في المخططات قد تحتوي على حلقات وعودة حلقات تكرارية في المخططات إذن هذا هو الفرق بين الأشجار والمخططات نؤكد مرة أخرى العقد تمثل بشكل هرامي في الأشجار يوجد عقدة فريدة تسمى الجذر ترتبط العقد في علاقة أصل وفرع تتميز بساطة تركيب لا يسمح فيها بالحلقات هذا ما يميز الأشجار في المقابل المخططات ربط العقد فيها شبكي لا يوجد فيها عقدة فريدة أو جذر لا ينطبق عليها علاقة الأصل والفرع تركيب المخططات أكثر تعقيدا وقد تحتوي على الحلقات المخططات في لغة بايثون لا توفر لغة بايثون نوعا محددا مسبقا من البيانات للأشجار كما أنها لا توفر نوعا محددا مسبقا من البيانات للمخططات إذن نفس ما أحدث مع الأشجار في السابق يحدث الآن مع المخططات يذكر أن الأشجار هي نوع خاص من المخططات تحدثنا في الدرس السابق أن أي شجرة هي مخطط وليس شرطا أن يكون كل مخطط شجرة إذن أي شجرة هي مخطط إذن نتحدث على أن هذا المخططات بهذا الشكل وهذا الجزء الأشجار إذن أي شجرة هي مخطط وليس بالضرورة أن أي مخطط يكون شجرة ومع ذلك يمكن بناء المخططات باستخدام القوائم والقواميس في المثال التالي سنقوم بتنفيذ التالي إنشاء مخطط موجه مثل الموضح بالشكل المجاور إنشاء دالة لإضافة عقدة إلى المخطط إنشاء دالة تحتوي على كل مسارات المخطط بمعنى أننا سننشئ هذا المخطط كما هو موجود أدينا نلاحظ الأي خارج من السهمين إلى البي والسي البي متصل مع السي والدي السي متصل مع الدي والإي نلاحظ أن هذا مخطط وحادي الاتجاه مخطط وحادي الاتجاه سننفذ التالي عن طريق هذا الكود نلاحظ لدينا هنا مايغراف سنبدأ بمايغراف نعطي A A هي البداية الحواف خارجة من A ماذا يخرج من A وعمل علامة الارتباط مع أي عقد في A نلاحظ لدينا البي والسي الـ A هذا السهم وهذا السهم إذن نتحدث عن العقدة البداية دائما في تصميم الثري الغراف عفوا نبدأ بالعقدة التي سننطلق منها ثم ما بداخلها إذا تتذكرون في الأشجار بدأنا بالبيرنت هنا أسمعناه البيرنت وهنا أسمعناه تشايلد الأب أو الأصل والأفرع هنا بنفس الطريقة ولكن ليست بيرنت و تشايلد لأنه لا يوجد في المخططات بهذا الشكل ولكن على حسب اتجاه الحافة الأج لدي هنا على حسب الاتجاه الموجود فهنا لدي A متجه من أسهمين إلى أين؟ نلاحظ نقطتين وفتحنا قوس بمعنى أن هذه هي ما سيتجع أو المخططات المتجهة من A الأسهم المتجهة من A وين اتجاهها؟ إلى B و C نلاحظ إلى B و C هذا السطر الأول هذا السطر الأول ننتقل إلى السطر الثاني ال B الآن وضعنا أن العقدة التي سننشئها هي ال B وهنا يسأل أين ستتجه ال B؟ نتحدث عن ما بين القوسين ال C وال D نلاحظ هنا اتجاه السهم إلى ال C واتجاه السهم إلى ال D اتجاهه إلى ال C وإلى ال D بهذا الشكل السطر الثالث لدينا ال C العقدة الثالثة العقدة الثالثة هذه هي ال C نفتح قوس وننظر اتجاه الأسهم في هذا المخطط أين ستتجه إلى أي العقد هنا قال إلى ال D وال E إذن السي اتجاه إلى ال D وال E اتجاه إلى ال D وال E سهمين في اتجاه المخطط بعد ذلك الآن أنا عرفت ال A عرفت مع ال B وال C ثم ذكرت ال B وعرفتها وال C وعرفتها تبقى الآن لدي ال D وال E موجودة طالع من ال C أسهم إلى ال D وال E ولكن أين ال D وال E؟ أو ماذا يتبع ال D وال E؟ ماذا بعد ال D وال E؟ هنا تحدد تضع ال D بلانك فارغ بمعنى أنه لا يوجد من ال D أي أسهم خارجه لا يوجد أي أسهم خارجه من ال D ال E أيضا بلانك لا يوجد أي أسهم خارجه من ال E هكذا قمنا بتعريف المايغراف اسميته مخططي قمت بتعريفه كامل مع عقده واتجاهاته وحوافه نسميها الحواف هنا أعطيتها أمر print my graph بعد أن قمت بتعريفه طلبت منه طباعة هذا الجراف فهنا سيطبعه ال A مرتبط مع ال B وال C ال B مرتبط مع ال C وال D ال C مرتبط مع ال D وال E ال D لا يوجد منه أسهم خارجه بمعنى أنه في نهاية المخطط وال E لا يوجد منه أسهم خارجه بهذا الشكل يكون تعريف المخطط وسيتولى برنامج الرئيس إنشاء المخطط طباعة المخطط استدعاء دالة الإضافة وطباعة كل مسارات المخطط ستستخدم القاموس الذي يمثل مفاتيح العقد بالمخطط وتكون القيمة المقابلة لكل مفتاح هي قائمة تحتوي على العقد المتصلة بحافة مباشرة إذن استخدمنا في المايغراف لدينا القاموس إذا تذكرون القاموس القوس المعقوف بداية التعريفة هو الدكشنري يتم تعريفه بهذا الشكل القاموس وأمامه طبعاً يكون يمثل مفاتيح العقد بالمخطط تكون القيمة المقابلة لكل مفتاح من هذه المفاتيح هي قائمة تحتوي القائمة وضعنا بداية قوس قائمة تحتوي على ماذا؟ على العقد المتصل لذلك وضعنا بداية قوس معقوف إذن تذكرون ووضعنا حرف A عفواً حرف A وضعنا حرف A بهذا الشكل ثم ربطناه في ال-B عفواً ال-B وال-C بهذا الشكل طبعاً مع علامتي التنصيص لكل منهم بهذا الشكل إذن نحن نتحدث عن استخدام قاموس للغراف استخدام قاموس ثم نقطتين والعقد المتصل بهما أو اتجاه المخطط إلى أين يذهب هذا المخطط لدينا هذا المثال لاحظ هنا عملية إضافة العقد لا عفواً الحواف للمخطط التعريف بمعنى إضافة حواف هذا هو التعريف لدينا هنا هنا لدينا دالة لإنشاء أو ربط الحواف مع المخطط في تعريفة هنا لكل عقدة في المخطط لكل عقدة في المخطط هنا سنضع فور متداخلة لاحظة لدينا هنا فور متداخلة فور نود بمعنى العقد عدد العقد في المخطط ثم الفور الداخل لدينا هنا ناي فور أو المرتبط فيها هذه العقدة ما هي الحواف المرتبطة بها في الجراف مرتبطة بالنود وهنا علامة ابنت معناها إضافة ابنت إضافة للعقد إضافة العقد لدينا هنا العقدة مع ارتباطها بهذه الحواف return للعودة نلاحظ هنا في البرنامج الرئيسي هنا إنشاءه عن طريق القاموس إنشاء الجراف عن طريق أو إنشاءه كقاموس سأنشئ المخطط كقاموس كما أخذنا في الشرائح السابقة سأبدأ مايغراف A وأضع القائمة أمامه B و C B وأضع أمامه وارتباطه مع C و D C سيكون ارتباطه مع D و E D سيكون فارغ و E سيكون فارغ هذا الغراف أخذناه وشرحناه بالتفصيل في الشرائح السابقة هذا البداية ستكون هنا لدينا عندما أقول له اطبع محتويات هذا المخطط في هذه الرسالة اطبع أو طباعة محتويات هذا المخطط الرسالة ستكون print The Graph Contains بمعنى اطبع محتويات المخطط The Graph Contains طبعاً للجملة كما هي بين علامة تنصيص ثم أمر طباعة ايش generate My Graph بمعنى إنشاء أو تأسيس العلاقات أو الروابط في هذا الـ Graph هنا أعطاني ما هي العلاقات أنشاء أو قام بالبحث في هذه الروابط الـ H تكلمنا عنها كنا رسمين هنا The A مرتبط مع الـ B والـ C بهذا الشكل إذا تتذكرون في الشريحة السابقة هنا ماذا يطلب مني The A مرتبط مع الـ B والـ C The B مرتبط مع الـ C والـ D وضعها بهذا الشكل The D لا يوجد له ارتباط والـ E قلنا أن الـ C مرتبط مع الـ D عفوا والـ E نعم بهذا الشكل الـ E والـ D والـ E لا يوجد لهم ارتباط بهذا الشكل المطلوب الآن في هذا الأمر إجاء الروابط أو تعريف هذه الروابط بمعنى سيقوم بتعريف كل حافة من هذه الحواف الـ H سيبدأ هنا بماذا A و B هذا الروابط الأول أو السهم الأول السهم الموجود هنا هنا لا نتحدث عن عقد نتحدث عن حواف H هنا نتحدث عن حواف إذن A B ثم حدثني عن النقطة الثانية أو الرابط الثاني A C بهذا الشكل ثم B C الرابط الثالث اتجاه السهم بهذا الشكل هذا الـ B C ثم الـ B D مساك الرابط اللي بعده ثم الـ C D الرابط اللي بعده ثم الـ C E الرابط اللي بعده هنا قام بإيضاح ما هي الروابط الموجودة بين جميع هذه العقد لم يتحدث عن عقد في الطباعة السابقة قمنا بطباعة كل عقدة على أنه يكون هو عبارة عن ديكشنري كتعريف ديكشنري مرتبط به قوائم هنا لا نتحدث عن المحتويات الروابط بينهم بعد ذلك طلب إضافة المزيد من العقد لهذا المخطط بحيث أن هنا طلب Add Edge في My Graph نفس المخطط هذا ربط لي بين الأي والإي بين الأي والإي ضع لي رابط هنا بين الأي والإي واربط لي بين السي والإف بهذا الشكل إضافة الآن يطلب مني طباعة الغراف أو المخطط الجديد بعد إضافة روابط أو حواف جديدة هنا يقوله The New Graph After Adding The New Edge هنا أمر الطباعة نلاحظ هنا أعطاني The A وال B كما هي The A وال C The A وال E وأضاف هنا ما الذي تغير عندي هنا أضاف The A وال E هذه مضافة جديدة ثم استمر The B وال C واستمر هنا إلى أن أعطاني إضافة The C وال F تلاحظ أن هذه زادت عليها إثنتين أو نسميها حافتين هي ما تم إضافتها الحافتين هذه اللي أضافناهم جديدة هنا في الكود في الكود هنا أضافنا زيادة حافتين ربط الأي مع الإي العقدتين والسي مع ال F عندما طلبنا الطباعة نفس الطباعة الأولى Generate Edge My Graph طبع لياها ولكن بالترتيب نفسه بدأ لما بدأ A B و A C أضاف ل A E لماذا؟ لأن الأولوية ل A الأولوية ل A البداية تكون منها فلذلك أضاف لهذه العقدة قبل العقدة 1 2 3 ال C B رحل ال C B تلاحظ أنه رحلها مرحلة للأمام سؤال عزيزي الطالب ما الهدف من إنشاء المخططات في هذا الدرس تحدثنا عن المخططات في لغة Graphs in Python شكرا لكم على حسن المتابعة نلتقيكم في الدرس القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته